السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبناء طلات الصف الثامن في درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات بعنوان الزوايا والمستقيمات والقواطع الجزء الرابع وهو الدرس الثامن من الوحدة الخامسة أهداف الدرس في هذا الفيديو سنحن تدريبات تتضمن أولا إيجاد قياسات زوايا مجهولة المتكونة من مستقيمين متوازيين وقاطع ثانيا تطبيق المعرفة بالعلاقات بين الزوايا لتبرير المستقيمات المتوازية المنطقية والبداية مع ملخص المفهوم حيث سنجيب على السؤال الأساس ما العلاقات بين الزوايا التي تتكون عندما يقطع مستقيمين متوازيين أوقف عزيز الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحال لاحظ عزيز الطالب أن الزاوية وان والزاوية فايز زاويتان متناظرتان فما العلاقة التي تربط بين الزاويتين المتناظرتين أحسن متطابقتين وهكذا إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين تكون الزاويتان المتناظرتان متطابقتين والآن لاحظ أن الزاويتان 6 و 4 تقعان على جهتين متقابلتين من القاطع وبين المستقيمين المتوازيين إذن الزاوية 6 والزاوية 4 زاويتان متناظرتان داخلية وما العلاقة التي تربط بين الزاويتين المتناظرتين داخلية ممتاز متطابقتين إذن إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين تكون الزاويتان المتبادلتان داخليا متطابقتين والآن لاحظ أن الزاويتين 4 و 5 تقعان على نفس الجهة من القاطع وبين المستقيمين المتوازيين إذن الزاوية 4 والزاوية 5 زاويتان متحالفتين وما العلاقة التي تربط بين الزاويتين المتحالفتين أحسن متكاملتين إذن إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين تكون الزاويتان المتحالفتين متكاملتين وكيف يساعدك تحديد العلاقة بين أزواج الزاوية المتكونات من قاطع ومستقيمين متوازيين في تحديد قياسات الزاوية المزهولة ممتاز يمكنك من معرفة أي الزاوية متطابقة وأيها متكاملة يساعدك ذلك في إيجاد قياسات الزاوية المجهولة والآن تمرين ثري صفحة 90 وار عبر عن فهمك ما عدد الزاوية التي تتكون عندما يقطع قاطع مستقيمين متوازيين وما عدد القياسات الزاوية المختلفة أوقف عزيزي الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحم عندما يقطع قاطع مستقيمين متوازيين ينتج عن ذلك أي الزاوية وما العلاقة التي تربط بين قياسات الزاوية المتقابلة بالرأس رأى الزاوية المتقابلة بالرأس متطابقة وما العلاقة التي تربط بين قياسات الزاوية المتناظرة ممتاز الزاوية المتناظرة متطابقة وما العلاقة التي تربط بين قياسات الزاوية المتبادلة داخلية ممتاز الزاوية المتبادلة داخلية متطابقة وما العلاقة التي تربط بين قياسات الزاوية المتحالفة رأى الزوايا المتحالفة متكاملة إذا تلاحظون أعزاء الطلاب هناك نوعان من قياسات الزوايا زوايا متطابقة وزوايا متكاملة وهكذا أجبنا على السؤال والآن تمرين 9 صفحة 92 تدرب وحل مساء إذا كان المستقيم P موازي للمستقيم Q ما قيمة Q أوقف عزيز الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحال لاحظ عزيز الطالب أن الزاوية U والزاوية التي قياسها 32 degrees متناظرتان وما العلاقة التي تربط بين قياسات الزوايا المتناظرة أحسن الزوايا المتناظرة متطابقة إذن measure of angle U equals 32 degrees ولكن ما الزوايا الأخرى المتابقة للزاوية U؟ وضح إجابة أحسن الزاوية V تطابق الزاوية U لأنهما متبادلتان داخلية والزاوية R تطابق الزاوية U لأنهما زاويتان متقابلتان بالرأس وهكذا أجبنا على هذا السؤال والآن تمرين 12 صفحة 92 تدرب وحل مساء برر منطقيا يوضح الشكل المقابل تصنيما لزجاج نافذة مستطيلة الشكل المستقيمات الأفقية الأربعة متوازنة إذا كان قياس الزاوية 6 يساوي 53 degrees اكتب معادلة وحلها لإيجاد قياس الزاوية 2 أوقف عزيزي الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحم ما الزوايا التي نعلم قياسها؟ أحسن الزاوية 6 قياسها يساوي 53 degrees وما المطلوب؟ راق إيجاد قياس الزاوية 2 وبالنسبة للقاطة المستقيم الممتد من الزاوية العلوية اليسرى إلى الزاوية السفلية اليمنى والمستقيمين المتوازيين الداخليين ما العلاقة بين الزاوية 6 والزاوية 2؟ أحسن زاويتان متحالفتان وهل هما متطابقتان أم متكاملتان؟ ممتاز متكاملتان إذن الزاوية 6 والزاوية 12 متكاملتان أي مجموع قياسهما يساوي 180 ديجريز وبما أن قياس الزاوية 6 يساوي 53 ديجريز أكتب المعادلة measure of angle 12 plus 53 ديجريز equals 180 ديجريز وأحلها لإيجاد قياس الزاوية 2 فما الخطوة التي يجب القيام بها لحل هذه المعادلة؟ أحسن طرح العدد 53 من طرفي المعادلة وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة وبما أن 180 minus 53 equals 127 أحصل على measure of angle 12 equals 127 ديجريز وهكذا أجبنا على هذا السؤال والآن تمرين 13 صوحة 93 تدرب وحل مساء في الشكل المجاور المستقيم M موازين المستقيم M إذا كان قياس الزاوية 8 يساوي 4X plus 7 ديجريز وقياس الزاوية 2 يساوي 107 ديجريز فما قيبة X؟ وضح إجابته أوقف عزيز الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحال ما الزاوية التي نعلم قياسها؟ أحسن الزاوية 2 قياسها 107 ديجريز والزاوية 8 التي قياسها 4X plus 7 ديجريز وما المطلوب؟ رائع إيجاد قيمة X في المقدار الجاوي 4X plus 7 الذي يمثل قياس الزاوية 8 والآن عزيز الطالب لاحظ أن الزاويتين 8 و4 متجاوعتين ويكونان زاوية مستقيم فما العلاقة التي تربط بين الزاوية 2 والزاوية 4؟ ممتاز الزاوية 2 والزاوية 4 متناظرتان ومتطابختان وبما أن الزاوية 2 والزاوية 4 متناظرتان فأن معزيز الطالب ونعلم أن الزاوية 8 التي قياسها 4X plus 7 ديجريز والزاوية 4 التي قياسها 107 ديجريز متكاملتان إذن يمكنني كتابة المعادلة 4X plus 7 بين خوصين plus 107 equals 108 وأحلها لإيجاد قيمة X وباستعمال الخاصية التجميعية لعملية الجمع أحصل على 4X plus 7 plus 107 بين خوصين equals 180 وبما أن 7 plus 107 equals 114 أحصل على 4X plus 114 equals 180 وما الخطوة التالية لحل هذه المعادلة؟ أحسن، طرح العدد 114 من طرفي المعادلة وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة وبما أن 180 minus 114 equals 66 أحصل على 4X equals 66 والآن بقسمة طرفي المعادلة على العدد 4 وبعد التبسيط وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة وبما أن ناتج قسمة العدد 66 على العدد 4 يساوي 16.5 أحصل على X equals 16.5 وهكذا أجبنا على هذا السؤال والآن تمرين 16 صفحة 93 تدرب وحل مساء الفرع A أوجد قيمة X إذا كان المستقيم R موازي للمستقيم S حيث measure of angle 1 equals 63 minus X و measure of angle 2 equals 72 minus 2 X الفرع B أوجد measure of angle 1 و measure of angle 2 أوقف عزيزي الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحال والبداية مع الفرع A أوجد قيمة X إذا كان المستقيم R موازي للمستقيم S فلاحظ عزيزي الطالب أن المقدار الجبري الذي يمثل قياس الزاوية 1 يتضمن المتغير X وكذلك المقدار الجبري الذي يمثل قياس الزاوية 2 يتضمن المتغير X فما العلاقة التي تربط بين الزاوية 1 والزاوية 2 أحسن متناظرتان ومتطابقتان وهكذا يمكنني أن أساوي بين المقدار الجبري 63-X والمقدار الجبري 72-2X وأكتب المعادلة 63-X equals 72-2X وهي معادلة تتضمن المتغير X في طرفين فما الخطوة الأولى لحل هذه المعادلة؟ أحسن تجميع حدود المتغير X في الطرف الأيسر للمعادلة وذلك بإضافة 2X إلى طرف المعادلة وبعد التبسيط في الطرف الأيمن للمعادلة وبما أن negative X plus 2X equals X أحصل على 63 plus X equals 72 وما الخطوة التالية لحل هذه المعادلة؟ أحسن طرح العدد 63 من طرفي المعادلة لتجميع الحدود الثابتة في الطرف الأيمن للمعادلة وبعد التبسيط في الطرف الأيسر للمعادلة وبما أن 72-63 equals 9 أحصل على X equals 9 وهكذا أجبنا على الفرع A من هذا السؤال ونلتقل الآن إلى الفرع B أوجد Measure of Angle 1 و Measure of Angle 2 نعلم أن Measure of Angle 1 equals 63 minus X degrees وبما أن X equals 9 أعوض 9 عن X في المقدار الجبري 63 minus X فأحصل على Measure of Angle 1 equals 63 minus 9 degrees أي Measure of Angle 1 equals 54 ومن يذكرنا بعلاقة الزاوية 2 بالزاوية 1؟ أحسن أحسن الزاوية 1 والزاوية 2 متناظرتان ومتطابقتان إذن Measure of Angle 2 equals 54 degrees وهكذا أجبنا على هذا السؤال والآن تمرين 19 صفحة 94 تدرب وحل مساء في الشكل المجاور المستقيم P موازي للمستقيم Q أثناء اختبارات رياضيات أخطأ خالد حين قال إن قيمة W هي 101 ديجريز الجزء A أوجد قيمة W الجزء B ما الخطأ الذي ربما وقع فيه خط أوقف عزيزي الطالب الفيديو وحاول أن تحل السؤال شكرا على المحاولة وإليكم الحال والبداية مع الجزء A أوجد قيمة W فما الزاوية التي نعلم قياسها؟ أحسن الزاوية التي قياسها 79 ديجريز والزاوية التي قياسها 101 ديجريز وأي الزاويتين مطابقة للزاوية التي قياسها W؟ رابع الزاوية التي قياسها 79 ديجريز لأنهما متناظرتان إذن W equals 79 ديجريز وهكذا أجبنا على الجزء A من هذا السؤال وننتقل الآن إلى الجزء B ما الخطأ الذي ربما وقع فيه خال حين قال إن قيمة W هي 101 ديجريز والجواب هو ربما فكر خالد أن الزاوية التي قياسها W والزاوية التي قياسها 101 ديجريز متناظرتان وبالتالي لهم نفس القياس وهكذا أجبنا على هذا السؤال إلى هنا أعزاء الطلاق نأتي إلى نهاية هذا الدرس شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن شكرا على حسن المتابعة والانتباه